السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم طلاب برنامج ماجستير العلوم السياسية في المحاضرة الثانية لمقرر النظرية السياسية وحنستمر في الموضوع البدايناه في المحاضرة الفائتة المحاضرة التامنة الليلة هي المحاضرة التازعة حنتكلم عن النظرية أو نمازل من النظريات السياسية الحديثة في المحاضرة الفائتة تكلمنا عن الإبرالية اليوم إن شاء الله حنتكلم عن الإشراكية وهم ديلا الأيدلوجيتين الحكم وممكن نقول الفكر الإنساني بدرجة كبيرة جدا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين يعني أصبحوا هما المناظير الرئيسية التي خدت لها الناس كأنها نظارات وعبرها هما ينظروا بيها لكيف يكتم تنظيم المتبع سياسيا واختصاديا بشكل عام حتى عندهم تأثيراتهم على العملية بتاعت انتاج المعرفة بطريقة أو أخرى لكن دي المناظير أو ممكن نقول الأطر الفلسفية أو البيستمولوجية اللي حكمت لينا العالم بدرجة كبيرة طبعا هما من توجهات غربية والعالم الغربي هو مهيم لشان كده هما كانوا لدرجة كبير هما المنظورين المهيمين في العالم طبعا في مناظر أخرى ولا شك في كده لكن ما عندها نفسي يعني الهيمنة كما هو الأمر مع الإشراكية الليبرالية حتى على مستوى العلاقات الدولية في العالم العالم متقسم لنا الاثنين اللي هو الناس بزعامة الاتحاد الاشراكي وآخرين بزعامة الولايات المتحدة الامريكية متبنين للليبرالية وبزعامة الاتحاد السوفيتي متبنين للاشراكية الماركسية تحديدا يعني الاشراكية زي ما حناري بعد شوية هي زاتها يعني كم نوع يعني لكن الهيمنات وانتشر بدلية كبيرة هي الاشراكية الماركسية طيب لو حاولنا نرجع لآ يعني لفظ آآ او اشراكي آآ بنلقاه هو جميل اللفظ اللاتيني وكان بيعني لينا يضم او يشترك في اللغة آآ اللاتينية وكان اول استخدام لهذا اللفظ او اول استخدام معروف له وكان في آآ 1827 في المملكة آآ المتحدة في ورد هذا اللفظ المجلة يسمى المجلة التعاونية آآ تطور الامر شوية في تلاتينيات القرن التازع عشر كان اتباع آآ روبرت اوين اللي هو ده انجليزي وآآ سان سيمون في الاسفة الفرنسي المعروف آآ بدوا آآ بيشيروا للمبادئ اللي بتبنوها بالاشراكية السوشاليزم وبعدها اصبح المصطلح معروف في عدد من البلدان الصناعي يعني بدأ ينتشر مصطلح السوشاليزم او مصطلح آآ الاشراكية وآآ روبرت اوين وسان سيمون ده المعروفين بيه الناس البدوا بتطوير الاشراكية اللي سموها الاشراكية الطوباوية اشراكية المسالية آآ بيدرجة كبيرة وهي واحدة من الرواع الثلاثة الاشراكية اللي هي اشراكية المسالية والاشراكية الماركسية والاشراكية آآ الاجتماعية فبالتالي سكى المصطلح هو يرجع عليه الاشراكيين الطوباوية آآ سان سيمون وروبرت آآ اوين وفول وين طيب الاشراكية هي عرفت تاريخيا عيدولوجيا بمعارضة للرأسمالية وآآ يعني محاولة انها تقدم بديل آآ في رأيه هو اكثر انسانية وآآ قيبا من الناحية الاجتماعية آآ بيفتكر انه يعني دايما الرأسمالية للاشراكيين يطلعوا على الرأسمالية المتوحشة آآ وفعلا هي في بداياتها كانت متوحشة يعني لما بدت في القرن السابع عشر والثامن عشر كانوا العمال بشكلهم ستتاشر ساعة او بعد ذلك يقدوهم اجر ضعيف جدا وما عندهم تأمين صحي واذا انتهى بقيد عيام في البيت معناها اجرك حيقيف يعني كانت الظروف سيئة جدا فعلا كان في شيء من التوحش يعني عشان كده الاشراكية جاد عشان تقدم في راية هي بديل اكثر آآ انسانية آآ من آآ الليبرالية والرأسمالية عشان كده بنلقى انه الاشراكيين هما بيفضلوا التعاون على المنافسة الجايمة عليها آآ الليبرالية والرأسمالية يعني معروف انه زي ما شفنا في النظرية الليبرالية بيترى انه والله المساواة بالنسبة لها انه الدولة تفتح مجال لكل الناس آآ بحيث انه اي زول يستخدم مغدراته في المنافسة مع الاخرين ويحصل على ما يريد ويفقى لمغدراته لا الاشراكيين آآ بالعكس هما يفضلوا التعاون بدل المنافسة يعني الناس بدل ما تتنافس يجب انها هي آآ تتعاون القيمة المركزية يعني آآ والممكن يكون هي بارزة ومحددة الاشراكية آآ هي المساواة يعني دائما هما الاشراكيين بيدعوا له المساواة وخصوصا المساواة آآ الاجتماعية عشان كده بنقاوهما بيسعوا لتوزيع يعني الموارد والانتاج والمجتمع توزيع عادل بحيث انه آآ ما يكون فيه استغلال الانسان لاخيه الانسان بيفتقلوا ان المنافسة اللي تكلمنا عنها الرأسمالية هي جابت لينا استغلال الانسان لاخيه الانسان يعني دائما الاشراكيين كان عندهم شعارات جزابة جدا لشان كده في الستينات والسبعينات بأي زول بيفتقروا انه هو ما سوي لو ما بيقع اشراكي لما يكون في العشرينات والثلاثينات لكن كمان لو ما طلع من الاشراكيه في الاربعينات والخمسينات برضو هو زول ما سويه لانه هي الاشراكيه هي تخاطب العواطف لكن الزول لما يخش جوابه يشوفه التناقضات عشان كده لما يكبر ويصل عقله بين الاربعيين والخمسين واغلبهم هم قاعدين يتخلوا عن النظرية ويمشوا في القالب بنلقى يعني احنا عندنا في شدانينا الاشراكيين اغلبهم يبقوا متصوفين يمشوا تجاه التصوف يعني انا ما عارف الرابط ما بيناتهم شوفوا لكن قالبا هم بينحونا يعني منحى التصوف طيب برغم من ان الاشراكيين بينسبوا لنفسهم يعني يعني لما نجوا يؤرخوا لنفسهم بينسبوا الجمهورية لفلاطون اللي هو منذ الإقريب وكذلك اليوتوبيا لو توماس مور إلا انه في واقع الأمر يعني الوصول الاشراكية هي بيدعوذ القرن التاسع عشر وخاصة يعني اذا تكلمنا عن الاشراكية المثالية والماركسية وحتى الاشراكية الاجتماعية هي بداياتها هي بدأت في القرن التاسع عشر وظهرت الاشراكية كرتفعل يعني للظروف الاجتماعية والاقتصادية الجاتلينة من يعني نمو الراصمالية الصناعية اللي كلامت عنه قبل شوية انه العمال كانوا عايشين في ظروف قاسية جدا وظروف مزرية وفعلا كان في استغلال حقيقي اليون انه تخيل انه زور يشتغل ستاشر ساعة في المقابل ياخد أجر ضعيف ما عنده تأمين اجتماعي يزامرت ويزامرت هو ذات نفسه يعني مرتب وما حيمشي حيجيف ففعلا كانت في يعني الراصمالية انازاكية كانت متوحشة بيدرجة كبيرة جدا نشان كده ظهرت الاشراكية كانت فعلا لهذه الظروف طيب الاشراكية والراصمالية هم جزورهم في الواقع على الأمر هم مشتركة يعني اذا دارين نرجع جزورهم الفكرية هم بيرجعوا له اللي هو حقبة التنوير اللي عاشتها أوروبا واللي جي فيها زي ما اتكلمنا في المرة الفاتحة الإيمان بالعقل والتقدم يعني الاتنين مؤمنين بين كلامنا مؤمنين بأن العقل الإنساني قادر على أنه يقود الإنسان فبالتالي هم اللي اتنين فيهم درجة من العلمنا بطريقة أو أخرى ويعني غير أنه لكن الاختلاف بين آثوني دغم الجزور المشتركة بين آثوني أنه الاشراكية هي ظهرت كنغط للمجتمع على قامته الراصمالية لو مجتمع السوق الحر ويعني دائما الاشراكية هي عرفت واتحدثت به بمحاولة إنها هي دائرة تقدم بديل للراصمالية الصناعية طيب في داخل الشراكية زي ما تكلمنا قبل شوية في الواقع في نوع من التنوع في الرؤى وفي شيء من الانغسامات وأحيانا التقاليد الفكرية المتنافسة يعني حول الوسائل كيف نحن نحقق الاشراكية بمعنى إنه ننهي استغلال الإنسان لأخيه الإنسان الكلام ده كيف يتحقق بنلقى إنه الاشراكيين هم جاوب عليه إجابات مختلفة يعني ومن هنا جاء التعدد والتنوع في الاشراكي طيب في ناس جاءوا قالوا أو مفكرين بالاشراكية جاءوا قالوا بيتكلموا عن الاشراكية من أسفل أي إنه الاشراكية من أسفل إنه يقوم من المتنوع الاشراكي على المستوى المحلي هو الحاجة يعني من تحت من القاعدة تحت الكلام ده بيتم من خلال تكوين الجمعيات التعاونية والاشراكية وبعد ذات يصعد لفوق لحد ما يمشي لأعلى المجتمع والدولة يعني إذا نظرنا مثلا للإسلاميين في كثير منهم بيفتكروا إنه لا نحن ما نمشي تجاه الدولة في البدايات يعني في الاتجاهات فيهم يناد بيفتكروا إنه الدعوة هي الأهم يعني لازم تبني الحاجات على مستوى القاعدة إذا حاولنا نشبه ما يعني ما تقوله الاشراكية من أسفل موجود عندنا في بعض الرؤى الإسلامية وهؤلاء الذين ناهدوا بالاشراكية من أسفل هم يعرفوا يعني بالاتجاه الطوباوي اللي هو الاشراكية الطوباوية وهي في واقع الأمر جاد بقى قبل الاشراكية الماركسية لأنه ماركس بعد ذلك لاحقا في القرن نهاية القرن التاسع عشر أو في اللي هو البيانة الشويعي كان في 1848 منتصف القرن التاسع عشر لكن الاشراكين الطوباويين وما كانوا قبليه ديال الناس يفتكروا إنه الشراكية يجب إنه نبنيها من أسفل ما نمشي طوالة نقوم في نمسك الدولة وعبر آليات الدولة نحن نمشي الشراكية نحن نقيم مجتمعات الشراكية وبعد ذلك نعم نحاول المجتمع كله لمحاول لمجتمع الشراك وفعلا هم حاولوا يطبقوا هذه الجزئية يعني حاولوا يطلع من المدن ويبنوا يعني مجتمعات اشراكية يعيشوا حياة اشراكية في هذه المجتمعات لكن للأسف هي فشلت لأنها فكرة مساهلية بدرجة كبيرة جدا وأدباع سان سيمون تحديدا هم وصلوا حد مصر عشان يبشروا بهذه الأفكار لكن ما نجحت الاشراكية لأن الفكرة شوية فكرة مثالية بدرجة كبيرة النوع التالي من الاشراكية اللي هي الاشراكية من أعلى ويعني دروية بتناضل من أجل أن نتحقق الاشراكية يعني من خلال التحول السلمي نحو الاشراكية من خلال التعليم والوعي السياسي للعمال والمناصرين للاشراكية بحيث أنه يصوتوا لصالح الاشراكيين إلى أن يسيطروا على الحكومة ومن ثم بعد ذلك استخدام مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الاشراكية من دون عنف ودي اللي هي تعرف بالاشراكية الديمقراطية أو أحيانا الاجتماعية والنمت في أوروبا القربية يعني مؤخرا اللي هي دي الأحزاب الشويعية اللي كانت في ألمانيا فرنسا بريطانيا هما يعني في وحدة المؤتمرات مختلفوا مع الماركسيين نفتكروا أنه والله يا أخي نحن ما بتضرورة نتبع طريقة العنف ونسيطر على الدولة ونقلم أظافر يعني البرجوازية ونغيب التاتورية البلوتارية زي ما بتقول النظرية الماكسية لا نحن عبر الانتخابات بطريقة سلمية بإمكاننا أن نحصل على مراكز اتخاذ الغرار في الدولة فبالتالي نحول إلى دولة اشراكية وبالفعل هو ده إلى درجة كبيرة المستدعولة والإشراكية الديمغراطية والإشراكية أحياناً الاجتماعية وأحياناً حتى تسمى الليبرالية الاجتماعية يعني ديل إلى درجة كبيرة جداً ضيقوا لنا المسافة ما بين الليبرالية والإشراكية يعني أصبح في أوروبا القربية عندنا دولة بتاعة رفاة هي بيتحقق اللي هو مستوى محدد من التعليم لكل الناس مستوى محدد من المعيشة لكل الناس مستوى محدد من الصحة لكل الناس هذا الكلام جاء بسبب التحول اللي حدثوه الاشراكيين الديمغراطين النوع الثالث وهو الأشهر والأكثر انتشاراً في العالم في فترة الستينات والخمسينات والأربعينات يمكن لحد السبعينات إلى أن جاءت فترة الثمانينات وبعد ذلك بدأ نجم يأفل يعني حتى على مستوى عالمنا العربي في ممثلين اللي هو القوميين العرب أو حتى الأحزاب الشويعية يعني من كانت هي ما عندها صوت عالي الصوت الأعلى هو صوت القوميين العرب سواء كانوا ناصريين ولا بحسيين اللي هي الاشراكية السورية ودي رؤية سورية لتحقيق الاشراكية هي صحيح من أعلى لكن بنعلى زي ما هي الاشراكية الديمغراطية لكن دي بيفتكروا أنه يجب السيطرة على مؤسسات الدولة عبر العنف والثورة ضد الطبقة البرجوهزية ودي هي الاشراكية النظر لها كمارك وزي ما قلت هي دي الأكثر انتشارا وهي الحاولة تطبقها في الاتحاد السوفيتي في كوبا وفي غيرها من الدول يعني دي النسخة الماركسية وحتى في داخل الناس يتكلموا عن الماركسية اللينينية طيب دي الثلاثة أنواع نجي زي ما شفنا في المرة الفاتذة للأسس الجامد عليها الليبرالية نجي نشوف القضايا المركزية في الاشراكية أولا الجماعة يعني الاشراكية في رأيها أو هي بتقدم رؤية شاملة عن البشر كمخلوقات اجتماعية هي قادرة على أنها هي تتقلب على الصعاب الاجتماعية والاقتصادية بالاحتماد على قوة الجماعة بدلا من المجهود الفردي يعني من البداية هي بتختلف عن الليبرالية الليبرالية بتقول الفرد والاشراكية بتقول الجماعة وبالتالي نغاة التركيز مختلفة تماما هم الشراكيين ينطلقوا من الجماعة وليس الفرد أنه نحن قادرين نتقلب على الصعاب حقتنا من الفصادية والاجتماعية بالاحتماد على قوة الجماعة وليس المجهود الفردي اتنين التعاون بما أنه يعني في رأيه للاشراكيين البشر هم كينات اجتماعية فبالتالي العلاقات الطبيعية المفترض تقوم بيناتهم هي تقوم على التعاون وليس التنافز زي ما بتقول الليبرالية يجب أن تقوم على التعاون ليه لأنه في رأيه للاشراكيين التنافس بيسلط الأفراد بعضهم على بعضهم بيشجعهم على إنكار طبيعتهم الاجتماعية ويعني يشجعهم على الأنانية والعدوان على بعضهم البعض يعني بالتأكيد نحن لما نكون متنافسين يعني كل واحد فينا ذا يتحصل على الحاجة لنفسه يعني وأحيانا في التنافس حتى وسط التجار بتستخدم أساليب يعني غير شرعية أو غير مقبولة ففي رأيه الإشراكيين يجب أن الحياة تقوم على التعاون وليس التنافس لأنه هو يحفز الجوانب الأنانية والعدوانية في البشر على عكس تماما التعاون يعني عنده مغزى أخلاقي واختصادي بيخليه أنه تتنامى لدى الأفراد اللي بيعملوا يعني مع بعضهم البعض وليس ضد بعضهم زي ما هو التنافس بيخلي التعاون الرواد بتاعت التعاقف والعناية والشعور المتبادل بيكون هو حصل له نوع من التعبهة يعني بيخلينا قريبين من بعضنا البعض ومتعاطفين مع بعضنا البعض فبالتالي يجب أن يسود بين البشر التعاون وليس التنافس ابتلعت الأساس الثالثة يجائم عليه الإشراكية أو القضية المركزية في الإشراكية اللي هي المساواة يعني المساواة تعاد هي ملمح أساسي ومركزي للإشراكية يعني يميزها كأيدولوجيا من بقية الأيدولوجيات والإشراكية هي دائماً تنادي بالمساواة الاجتماعية والمساواة في الناتج أو في تفزيع الموارد يعني ما هو مساواة شكلية زي ما بتقدمها النظرية اللي يقول عشان كده بنلقى إنه الإشراكين قدموا لنا ثلاثة أطروحات في الدفاع عن هذه المساواة أولاً يعني تحقيق العدالة والإنصاف عبر المساواة العدالة والإنصاف للأبراد يعني أيضاً بتدعم لنا المساواة الاجتماعية الجماعة والتعاون فلما الأفراد أو البشر يعيشوا في ظروب اجتماعية متساوية الإشراكين بيقولوا إنه هم حيتماهوا مع بعضهم البعض وهيعملوا معاً من أجل النفع العام يعني ما بتخلي ناس متساويين وبالتالي ما بتخل لهم يعملوا يعني من أجل النفع العام للمجتمع وبما إنه المساواة بتخلي الناس يعملوا من أجل النفع العام فبالتالي بتقوي المساواة في النهاية بتقوي لنا التضاون الاجتماعي ناتج النهاية هي بتقوي لنا التضاون الاجتماعي بينما عدم المساواة بيقود إلى الصراع وعدم الاستقرار في المجتمع ثلاثة أيضاً من أولوة الإشراكيين يؤيدون المساواة الاجتماعية لأنهم يرون أن يشبع الحاجات هو أساس الاتمال وتحقق الزاة للإنسان يعني الإنسان بيحقق ذاته كإنسان في المساواة الاجتماعية وبيشبع كله حاجاته في المساواة الاجتماعية يعني هم ما يتكلموا عن عدالة شكلية فقط يتكلموا عن مساواة ففي رأيهم أيضا أنه يشبع الحاجات الأساسية اللي هي الحاجة للطعام والشراب والمأوى وبعد ذلك الصحبة دي حاجات أساسية يعني للحالة الإنسانية والكلام ده بيعني الاشراكين أنه إشباعه هو هو الحرية ذات نفسها إنك تخليت الإنسان هو حر وليس الحرية الشكلية اللي بتقول عنها الإبرالي طيب أخيرا الأساس الخامس نقام على الأشراكية هي الملكية المشتركة يعني الاشراكين من يقاهم في العادة هم بيرجعوا جزور المنافسة وعدم المساواة في المجتمع لظهور الملكية الخاصة يعني زي ما بقولوا هم أكبر خطيئة يرتكب الإنسان إنه لما جاء زول وحاجز ديو الحتة بتاعك وطاء وقال الحتة دي ملكيانة حقاتيانة خاصة وبعد ذاك الآخرين بدوا يقلدوه بحيش إنه الناس ديجة الملكية خاصة ومحدودة عن الناس محددين وفي آخرين ما عندهم ملكيات خاصة شكرا كده يضطروا إنه يعملوا عند الآخرين والآخرين هما استغلوهم بدرجة كبيرة فبالتالي يعني في رأي الاشراكيين إنه يعني المنافسة وعدم المساواة هي في الملكية الخاصة وبالتحديد هي ملكية يعني السروة الإنتاجية أو رأس المال أو وسائل الإنتاج زي ما يعني بيسموها الاشراكيين يعني هما ما بيتكلموا عن المتعلقات الشخصية أو الحاجات الشخصية زي الملابس والأساس والمنازل لا بيتكلموا عن رأس المال أو وسائل الإنتاج بشكل عام سواء كانت قروش ولا أريض ولا مصانع ولا مكان ولا غيره يعني دي اللي بتكلموا عنها اللي هي دي الملكية الخاصة للحاجات دي مش المتعلقات الشخصية وهم بنتقدوا الملكية الخاصة لأنه في رأيهم في رأي الاشراكيين في المغاوة الأول يعني هي بتعاد ملكية غير عادلة لأنه يعني الجهد الجماعي للعمر البشري هو اللي بينتجي الثروة وليس الجهد الفردي فبالتالي يعني ينبغي أنه يمتلك المجتمع وليس الأفراد الثورة دي الثروة هي حقة المجتمع ما حقة الأفراد فما في سبب يخلل يعني الأفراد هم اللي يكونوا مالكين للثورة الثروة فدي وشهة النظر حقتهم إنه والله يا أخ ما إنت أصلا من قبل لما نولدوك إنت ما طلحت بقروش ومصارع وعمارات وكلامنا لا كلامنا جيت لقيته في المجتمع فبالتالي هو بيكي للمجتمع ما في سبب يخليك إنك يتالي وحدك يكون عندك 10% من ثروة المجتمع وفي ناس بينك ما لاقين يأكلوا ولا يشربوا ولا يتعلموا فبالتالي يعني عشان كده بيفتكروا إنه الملكية الخاصة هي غير عادلة لأنه في الأساس السروة هي ملك للمجتمع أيضا بيعتقد الاشتراكين من الملكية بيتولد التملك فبالتالي بتفسد الأخلاك بتاعة الفرد والملكية الخاصة بتشجع الناس على إنه هم يكونوا ماديين ويعتقدوا إنه السعادة هي بتقنون دائما في إنه يكون عندهم يعني سروة كبيرة فبتخلهم دائما سعيين تجاه إنه يمتلكوا سروات أكبر كذلك أيضا بالنسبة للاشتراكين الملكية الخاصة يعني هي بتسير الانقسامات والصراع في المجتمع فالناس اللي بيملكوا دائما بيحاولوا مراكمة المزيد من السروة بينما الناس اللي ما بيملكوا بيحاولوا الحصول على السروة فهنا بيكون فيه صراع في داخل المجتمع ما بين الملاك والعمال أو بين أرباب العمل والموظفين أو ممكن يكون ما بين الأغنياء والفقراء فبالتالي الملكية الخاصة هي يعني شيء سلبي بالنسبة للشراكين وليس حاجة إيجابي طيب ده باختصار فيما يتعلق بالاشتراكيين نحن حاولنا نختصرها بدرجة كبيرة جدا في تفاصيل كثيرة جدا في الشراكية خصوصا إذا هنا تكلمنا عن ماركس وكيفية بناء الشراكية وتكسيمه للمجتمع المجتمعات لمراحل مختلفة وواقرة لكن نحن عانينا كما الليبرالية يعني برضو اختصرنا في غضايا محددة شلنا زبدة الحاجات كذلك أيضا الأمر مع الاشتراكية لكن الأمر في النظريتين هو واسع جدا والتنظير واسع جدا يعني نتكلم عن نظريات أو ايدلوجيات في الواقع هي بدت من القرن السامن عشر واتطورت ولحد الآن هي التنظير ماشي فيها يعني سواء كان في الليبرالية هي بتجدد في نفسها وفي الاشتراكية في الاشتراكيين الجدد اللي يحاولوا يطوروا في المقرولات الرئيسية للماركسية ويستغروا لها التجربة فشلت في الاتحاد السوفيكي طيب دعي باختصار فيما يتعلق بمحاضرة اليوم نشوف لفزول عنده سؤال عندنا زي خمسة دقائق وبعد ذاك التطبيق حيكفل وحمرجع نخش تاني من نفس الرابط ان شاء الله نواصل عن المقاش اذا تفضلوا ولا فزول عنده سؤال اياك الله يا دكتور الله عزيزك والله ما شاء الله المحاضرة يعني اغلبة هي تعريف تعريف على المنهج الاشتراكي الله عزيزك الخير وتقبل منك تماما تسلم عبدالقادر اه طيب في زولتان عنده سؤال طيب اذا ما في سؤال خلوني ازألكم انا خلوه عندنا زي اربع دقائق نواصل فيها ونكمل النقاش في الراون التالي طيب اذا سألنا سؤال هل انتهت الاشتراكية وهو النماذج القدمات التطبيقية بالنسبة للاشتراكية يعني الى درجة كبيرة هي انهارط اللي هو النموذج الاكبر الانتحاد السوفيتي وعلى مستوى عالمنا العربي القوميين العربي يعني هم كنموذج بدأ الانحدار حقهم من النقسم بعد 67 بعد ذلك هم بدوا في حالة بتاعت يعني انحدار الى ان انتهت لنا تجاربهم بأعتى الديكتاتوريات في العالم العربي اللي هي في العراق وفي سوريا لكن السؤال هو نخلينا نتكلم على المستوى العالم كله هل الاشتراكية النظرية اللي خاطبت احلام البشرية لعدد من السنين في انه عبره يمكن انهاء استقلال الانسان لأخير الانسان والناشت تعيش في حالة من المساواة بدرجة كبيرة هل الحلم انتهى ولا انا جو عندي تعليق بسيطة هاي الوعد فضل زاد فضلك انا برأيي على السؤال الاجابي هل انتهت الاشتراكية لا ما انتهت لكن موجودة يعني موجودة بنسبة في انه نحكي بسيطة مثلا يعني هاي الجواب اللي عندي منه الاشتراكية لا ما انتهت يعني موجود في قسم من الامور الاجابية منه موجود لحد الان لكن ضمن نسب محددة شكرا لنا تارك الله يحفظك تحياتي دكتور الله تكرا رب بارك مرحباك عبر رزا دكتور هلا هو النظام الاشتراكي او المدرس الاشتراكي او النظر الاشتراكي بحد ذاته هي نظام اقتصادي يعني يقوم على ملكية الدولة للأدوات الكبيرة من معامل ومصانع وشركات الى ما هنالك يعني في عدة مجالات مختلفة يعني لا تكون مملوكة للأفراد انما تكون مملوكة للدولة طبعا بهذا الامر انه تكون هي ملوكة للشعب يعني هلا السؤالنا انه هل انتهت الاشتراكية الاشتراكية يعني لم تنتهي في الكثير من الدول انما يعني فينا نسميها هذك بالعامية هي حبر على ورق يعني يعني ما في دولة ما في دولة او خلينا نحكي بالواقع والوطن العربي يعني دولنا اللي منعيش فيها ما في دولة مسلا انه مهتمة في الشعب اهتمام كامل وما هيقتله كل الظروف وكل ما يلزم هذا المواطن اه من من فرص عمل او او ما شابه ذلك يعني يعني نحن نحكي اكتر شي عن سوريا اه السوريا شو شعرنا مثلا واحدة حرية اشتراكية الاننا شايفين الوحدة والاننا شايفين الحرية والاننا شايفين الاشتراكية واحدنا بيتعب بسنين طويلة لحتى يتخرج جامعة ما بلاقي وظيفة كله محسوبية وهذا يفترض انه تكون الدولة مأمنة طالما عا بتأمن الجامعات للدراسة مبروض تأمن ايضا الوظائف للخارجين وقش على ذلك من انتشار البطالة اللي اللي لا تعد ولا تحصى طبعا انا خلينا نقول انه قبل الثورة السورية هذا الامر نحن نشوفه منشوف انه العامل السوري والمتعمل السوري والمتعلم السوري يعني يجوب البلدان لنقمة عيشهم فهون بحد ذاته هون يعني النظام الدكتاتوري او الانظمة الوظيفية الدكتاتورية في الوطن العرب بشكل عام يعني انما في الدول الغربية او الدول الحضارية نوعا المحترمحة حقيقة تؤمن لشعوبها الكثير الكثير من هذه المجالات وهذه الفرص وبصراحة يعني عند المواطن لو حق الكبير في ان يعيش هني او عيش سوي او اقل تعديل ما يكون تحت خط الفقر او في مجاعة او في حرمان من التعليم والاستطباب الى ما هنالك شكرا شكرا عبد الرزاغ للأضافة التطبيق المديني هو لازل دقيقة واحدة خلينا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة